السلام عليكم اليوم اول مقابلة للترجي الرياضي مع مدرب وجديد معين الشعباني اول مقابلة المعين اول انتصار ليه مع الترجي الرياضي وهكذا نلقاوا الترجي بعد انتصاره اليوم على اتحاد تطوين في ملعب رادس متواجد في المرتبة الثالثة على بعد نقطة فقط من نادي الافريقي وعلى بعد خمسة نقاط من متصدر النجم الرياضي الساحلي يعني ممكن البعض اللي قالوا الترجي الرياضي بعد دعليه او فاتوا الركب الترجي الرياضي الموسم الحالي ما هواشي بش ينافس ليه على المرتبة الاولى ولا على المرتبة الثانية اليوم الترجي بعد انتصاره يأكد انه مزال مش بش ينافس على المرتبة الثانية اللي بش تاهلوا الموسم المقبل ربيطة الابطال الافريقية بل مزالت حضوضه كبيرة برشة بش ينافس على البطولة واللي ممكن تنجم تكون البطولة السابعة للتوالي للترجي الرياضي تحيح رهو الشوت الأول المقابلة تحسها صعبة شوية على الترجي الرياضي وهذا أمر عادي جدا الترجي الرياضي اللي اليوم كان مطالب بالانتصار ومهما كانت انتيجة المقابلة حتى نص بونتو يعتبر ثلاثة نقاط ميهمش الترجي وميهمش الإطار الفني الانتصار ولا غير الانتصار أكيد ميهمش الأداء وخاصة أنه اليوم بيئتم معنا الكلمة وبالفم والملاق الترجي الرياضي منقوص برشا ملعبية بسبب العقوبات وبسبب كيف كيف الإصابات يعني الشوت الأول الصعوبات شفناها على الترجي الرياضي لكن الشوت الثاني وبعد ما يسجل الميموني الهدف الثاني تسرح الترجي يعني ممكن لو زاد الحكم 10 دقائق الترجي عادي جدا يسجل الهدف الرابع والخامس وخاصة أنه اتحاد تطوين أضعف فريق في مرحلة التطوير نجمو نفهمو الترجي الرياضي قلك من هنا فصائدنا نتفرغنا للبطولة بيش نوليو كيفنا كيف بقية الأندية كان كل ثلاثيين نلعب والناس الكل ما بعضنا عادي جدا كل جمعة نلعب والناس الكل ما بعضنا عادي جدا يعني حاليا الترجي الرياضي أمام التساوي مع بقية الأندية وبطبيعة في الوقت متاع بين مقابلة ومقابلة يعني الترجي الرياضي بلغتنا احنا العامية بيش يقول لك خويا راسي وراسك ودبوز نحط صبع وصبعك وعظ يعني أخويا هاني تفرغت والترجي راهو مدام بيش يتفرغ الشيء راهو ميلزمش نستهزقو بالنقطة هذي لأنه تحبو لا تكره يقعد الترجي الرياضي يقعد شيخ الأندية التونسية وخاصة انه عندهم هاها ترجي الرياضي وكنا نتفكروا ممكن اللي في عمري واكبر مني يتفكروا حكاية السبعة نقاط اللي مسبقها ترجي الرياضي بقية الأندية ويرجع ويتحصل على البطولة وشخصيا الراها فضيحة بأتم معنى الكلمة البقية الأندية يعني لو حاليا الترجي الرياضي ما نقولوش مسبق النجم الرياضي السيحلي واللي هو بطبيعة المتصدر وذيك علش قلنا النجم الرياضي السيحلي ما نقولوش مسبقه ثمانية نقاط لأنه إلى حدود الجبلة الفارتة بينوا بين النجم الرياضي السيحلي السبعة نقاط وهي السبعة نقاط الفارتة اللي تقريبا عشرين سناء التالي يعني لو الترجي ريادي تونسي يرجع ويفوز بالبطولة مرة اخرى راه يفضيح البقية الانديا لما نحكيه على اي لعب يجبنا نحكيه على محمد ابو ارزيق او ما يدعى بشرارة اللي اليوم صراحة كان شرارة بيتم معنى الكلمة ويسجل الهدف الثالث للترجي ريادي المشكل له في الهدف الثالث اللي سجلو ولكن كيف المشكل في الهدف المستاذ اللي سجلو شرارة المشكل انه شرارة تقريبا العب شوت واحد مع ترجي ريادي وتعرض الاصابة وصارت انتقاداتك كبيرة كيفاش تجيبو ملاعبي مصاب كيفاش تجيبو ملاعبي متوسط كيفاش تجيبو ملاعبي ما قدمش اضافة للترجي ريادي اليوم صراحة شرارة بالرغم انه تحسوا الملاعبي زايد في الميزان الملاعبي عنده مدة طويلة بعيدة على الملاعب اما صراحة نعود نقولها الامكانيات الفنية لللاعب موجودة الامكانيات الفنية لللاعب راه يعمرها ما تموت واليوم صراحة يأكد مرة اخرى شرارة لكلام هذا شرارة ممكن نجمه نقوله لو يرجع للمقابلات ولو يأخوا اكثر وقت بعد عوتوا من الاصابة ممكن يكون حل كبير بالنسبة لمدرب الترجي نبيل معلول او عفوا معين الشعباني اليوم وقت اللي انتصر نقوله برافول نبيل او برافول معين الشعباني ولو كانت انتيجة غير الانتصار تعادل او هزيمة امام اتحاد تطوين النجم ونقوله معين الشعباني ما عنده حتى دخل في الموضوع كيفاش دخلنا معين الشعباني في الانتصار وخرجناه من الهزيمة او بشي قولك علش موعين الشعباني عنده اربع واشلين ساعة من اللي متواجد على رأس الاطار الفني لترجي رياضي اما عنده ما يعمل لا درب فريق ولا ممكن يعرف شوية الملعبية اما ما عنده ما يعمل حتى لو يعرفهم لذا النقطة الوحيدة اللي نجم يخدم عليها معين الشعباني انه يحفز الملعبية انه تكون ثم ردة فعل امام اتحاد تطوين هذه النقطة الوحيدة اللي نجم يخدم عليها معين الشعباني ونتصور اليوم بعد الانتصار على اتحاد تطوين وما شفناش كيف تيه ثم اخطاء كبيرة من جانب الترجي رياضي يعني نجموا قولوا انه معين الشعباني اخدم على النقطة ونجح فيها وهي بتبيع النقطة الوحيدة اللي في يد معين الشعباني بش يخدم عليها هو انه يرجع الروح الملعبية نتصور اليوم بعد الانتصار على اتحاد تطوين الروحة رجعت للترجي رياضي قراحة البرحة احكينا على صفحتنا على الفيسبوك على معين الشعباني وقلنا مقارنة بنبيل معلول وراضي جعايدي اكثر مدرب واقعي الواقعية متاع معين شفناها اليوم على ملعبية الترجي رياضي على ارضية الملعب لانه معين الشعباني وقت اللي قام بالكونفيرانس دي بريز وقت اللي قام بالندوة الصحفية البرح كان واقعي يعني ما شفناش تصريحات نارية وتصريحات جهنمية من معين الشعباني على عكس التصريحات اللي قام بها نبيل معلول وكيف كيف قام بها راضي جعايدي يعني بتصريحات نبيل معلول الفارتة تحس انه المدرب هكي يحس فيروح هو اكثر شوية من لازمه فيما يخص راضي جعايدي يحس كيف كيف انه فوق راسه ريشة هدا مش فناش على معين الشعباني اللي قال الترجي الرياضي بالنسبة الاهدافي معاه بداية من المقابلة المقبلة ويلا حدود الموسم الحالي انه كل مقابلة نلعبوها يلزمنا ان ننتصروا فيها مدامك تلعب في الترجي يعني كل مقابلة تلعب يلزمك تنتصر او يلزمك تفكر في الانتصار ومن تصورش التعليق هذا نقولوا عليها نوعا ما معيني شوف يروح ومنارشني هذيك هو اللي يلزم قدامك تلعب في الترجي الرياضي ما نصورش اليوم فريق يجي يالیصا نهاية والترجي والترجي يكون عنده فكر اخر او يكون عنده هدف اخر غير الانتصار يعني عادي الفكر في الانتصار هو وقت اللي يلعب خارج ميدانه ومهما كان الفريق اللي بيش يلعب ضده الترجي الرياضي ما عندوش فكرة تعادل في طعم الانتصار وحمد لله تعادلنا لفكرة الترجي الرياضي هو الانتصار حتى لو اللعبة خارج ميدانه وهذاك عليش شوفنا الترجي الرياضي ستة مواسم على التوالي فاز باللقب لأنه العقلية متاع الملعبية عقلية انتصارية خارج الميدان ولا كيف كيف على أرضية ميدانه تتصار اليوم الترجي الرياضي بعد انتصار تلاهة سفر على اتحاد تطوين نجمه نقوله بش نشوفوا الوجهة الحقيقي للترجي وخاصة بعد عودة لملعبية المصابين رمش نشوفوا الوجهة الحقيقي للترجي الرياضي في محالة التتويج اللي ببينة الترجي الرياضي التونسي النادي الافريقي وكيف كيف النجم الرياضي الساحلي يعني ثلاثة الأندية هذا هinaire يrzek لنبي اي فريق عادي ترى الصبر للنجم الرياضي الافريقي هناك الأندية بأُنادي بأستهدف والخذي صدارة ciao كيف ثلاثة اندي هدومة ونعرف اش قاعد نقول راهوا عادي جدا من هنا الاخر البلايوف تلقى فريق منهم حتى المرتبة الثانية متحصلش عليها وما ينجمش يشارك في ربيطة الابطال الافريقية الموسم المقبلة على كل حال البلايوف كما قلنا احلى اكثر تحية تونس اتعيش تونس كلنا تونس وسلام